رقفت، تهاني، عايزة كل حاجة مصبوطة عايزكم تقدموا الدرينكس بابتسامة حلوة قوي عايزة بريزونس، عايزة كلاس، مش عايزة ولا غلطة ألف ألف مبروك يا مدام مؤمن، لطفي بيدا راجل هايد ربنا بقى يسعادكم إن شاء الله يا رب وعقبالكم انتوا كمان قدامكم قد ايه؟ هانت الحمد لله من ثلاث لسبع سنين كده إن شاء الله أخيراً مناعة، انت راح فيه؟ حاجة غريبة حد يسأل وحد داخل بيوتهم يقولوا انت راح فين؟ خيش يببونيك اتنظرت وشي، لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك طاير أنا مش عارف لي كل ما تشوف وشي انت غلي في روحك كده أنا مستني يا ناس دلوقتي، ومش عايزة حد يشوف وشك عندي كفاية اللي حصالي المرة اللي فاتت اتفضل لي امشي منها امشي واسيب الناس اللي جاء بيتي طبعا رحب بيهم حتى احنا برضو ناس بتفهم في القصول يا لا افضل تعالي يلا طلعوا برا المخسم دي ده امه فجأة الحلوة دي يا فندر الزكرة اهل زي لا 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 معقولة ده رمضة عيالي النهار ده الزكرة اهل زي امه وإزاي امك الحمد لله كانت عاملة جامعية سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعت السرير وكياس المخداد جاءت تطفع القص تخساعت معاها باشا تليت متعسرة الاخرة وعملت ايه؟ ابدا جاءت استلفت من امي يلا برا برا طب ساني واحدة ساني واحدة وانديبي يا ما ده بقى تصور مع الباشا امسك دي تصورني يا رابر مع الباشا الدحكة الحلوة بايا باشا يلا امشي برا امشي واوة يلا امه يا عيال زي الفل انا بحب لقال دي او بصي يا عبا شو بيحبوا بعض يا دي ربنا يا سعادهم يا رب بتيجي نعتزل الناس اللي جاي دول واناكو اللقم خفيفة وانا مبادرين هو انت ما تعرفش ان انا مجنونة ولما الجنونة بتركبني بابا شوفش يا ريامي ايه بقى ايه انا مجنونة انا مجنونة هقولين انا اللوطي انا انا اللوطي لطفي خلاص يا محسن باشا خلاص يا مهجة هانم اتحلت ازاي؟ بعد دراسة الموقف ليناني مفيش حل غير الدمج ايه؟ الشركات ساعدتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصالي لتكوين جروب سميناه HM جروب شركات محسن الهنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة انا مش ممكن اشارك الحيوان ده استنى بس والدمج ده في اديته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة ساعدتك وشركتها البنك ممكن يدي لقرد يقوم الشركتين دول مع بعض والقرد لن يقل عن مليار ومتين مليار ومتين مليار ومتين عملت دمج بين شركتك وشركة مهجة النشار وطلبت قرد بالبنك الامان والبنك معصلك شوية وانت جايلي دلوقتي علشان ازوئلك القرد ده اللهم اصنع النبي ايه ده يا باشا ده؟ ماكشوف عنك الحجاب؟ احنا طبعا باستمرار بنحاول نوقف جنب رجال الاعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني بس انت موقفك حساس قوي يا هندوي اه هو بس في حاجة واحدة يعني عايزة ولا نساتك حاجة ايه؟ احنا معانا شريك تالت في الجروب مين؟ بوبوس يعني ايه مليار ومتين مايفضلش منهم ولا مليم؟ كنا عملنا الشركة المهببة دي ليه؟ يا موه جهانم احنا كان علينا فلوس كتير قوي والمصانع كانت شبه متوقفة والعمال كان بقى لهم ست شهور ما قبضوش ده غير عمولك البنك طب والله احنا ما اخدنا عمولتنا ولا حتى المصريف يا طبطب ودلع يا يقول لنا تغيرت علي يا نزعا اولع ماه كل ده عايزنا ارضي اتاكا فربانكا اتاكا تاكا 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 تاكي انا كان ماليومة للغرب ده واحد متعصر ومديون بدل ما تخلصوني منه تربطوني بيه البيت ده بقى كله نكد انا مبقيتش طايا عيش فيه ما تسيبوا يا اخي وتغرفي الستين ده يا ارفع عضيات سابق قصة شوف بتقول لي قوله في الستين ده قطل بتعود كبير يا غادم من فضلك اهلي شوية وبداش توقعين في الغلط دي ناس عايزة تجيب فلوس بأي شكل طيب طيب اسما انا اللي هسيبلك البيت وهبعلك النص بتاعي وانا شار يتجبع على عشرين مليون ومشي دلوقتي طيب ما اعتقد انت النص بتاعي ودينا اتناشا مليون يا خل الحل موجود حدي يشير الليل على بعضها كل واحد فيكو ياخد حقه ويضار ما دخلك شر عبد الحميد الأنفوشي ده هو دراجل أعمال بجد عمره ما تعصر البورصة تطلع تمزل تفلس هو ما تأصرش كل يوم الصبح يخش له كده على الريق خمسة مليون يا سلامة يعني في الثانية خمسة وسبعين جنيه في الثانية خمسة وسبعين جنيه يعني في الشواء اللي احنا تكلمنا فيهم دول تلال وبسندومية أيها مسلا تقريبا السلام عليكم أهلاً 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 يا باشر موه جهاني من الشار دي فرصة سهية أهلاً 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 أيها الله سلامة بأهلاً في العطسة دي عملوا ب adjustableが five hundred جنيه إههههههههههههههههه uh موح سن هنتogly أويت عطيات الأنفوشي أختي عبد الحميد دي السغيرة اهلاً بأدر بن فانكوشي أهلا سلامة أهلا معش أهلاً أهن أهلاً شife أهلاً 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 وانا ما اتفرغوا على الاصر على فكرة انا بحب الانفوشي جدا لما بروح ايسكندرية ما بعودش غير في الانفوشي اه انا لما بروح الانفوشي بأنفش دي قوضة قوضة ايش حالة ما كنتش هتجوز في قوضة دي قوضة في بيتنا هي قوضة في بيتكو وبعدين انا ابو يا اوامي قفلوا البلكونة بتاعة المطبخ عشان يناموا فيها وحناموا على البلاط بقى يا رافت ما السرير موجود والمرتبة موجودة طب وملة السرير يا سلام جوازة هتوز عشان ملة السرير وبعدين انا دفع المقدم بتاع الملة من ثلاثة اشهر وكل شوية ادفع رقفة تدفع رقفة طب فيه حد فيكو بيدفع حاجة الستة مننا اللي ما بتبقى وحيدة نفسها بتتسدى عن الدنيا خالص وحيدة وحيدة يا هنم يا رجالة عميد اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بي غيرك ما يقدرش في ايه؟ عينيك يا عبد الحميد بيلونهم يجنن ما حصلش ما كنتش واخدة بالي عيني انا؟ ده ما حدش انهالي في حياتي ده اموة اللي هالحولة ما كانت ساعتي ده اللي هالحولة قل لي يا أبا عمص هاااااااااااااااااااااااااااااااااا ما قلت ليش بقى انت عايزة بالبله ليه؟ في حاجة ما هو يعني أنا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي شاركني حياتي ما كنتش حفكره بيعها أنا ما بيهمنيش شكل الراجل أنا أكتر حاجة تهمني في الراجل حنياته ده اللي أنا بافتقده الحنان يا ناوي أنا لو كنت لقيت الست اللي حس معاه بالأمان أنا ما كنتش باعت البدة صدق بالله يا حجة لا إله إلا الله أنا أتشدد ليك من أول ما دخلت باب الفيلا عارفة وانت بتغطي حقنة الأنسلين هستن السكر بيه الدلدق من شفايفك ولا لو أنت بتاخدي دوا الضغط الضغط تانا اللي علي إحساسا بيك ولا دوا الحموضة وانت بتاخدي الفوار حسيت إن قلبي هو اللي بيفور محسن بيه إيه ما تنساش إن أخويا عبد الحميد بيهنا أنا مش شاف حتى غيرك طب ومهجة مهجة مهجة ميه مهجة ميه مالك أولي قولي بقى إيه رأيك في العصر عجبك عجبني ودي عايزة كلام وعجبتني صاحبة العصر أبال إيه أنا كنت فكرك ملاك ملاك أتاري حبك هلاك هلاك أعطيات أنت بتعمل إيه يا رجل أنت بعمل لها تنفس صناعي قسو كنت بلعب صدوك أنا وهي في فياصة مني وسخاتك جي تعملها بره البيت ده ده بيت محترم قوليك هيا الكلمة في النص اللي يخصك النص اللي يخصينا هنعمل فيه اللي أنا عايزة وبعدين أنا مش هبيع بقى عايزة بيع إنتي إحنا نشتري إنتوا مين إنتوا؟ أنا وعطايته خطبتي مش كده عطايته؟ عطايته وخطبتك من أمتى عطيات أنت الجناتي؟ أسمع يا عبد الحميد دي حياتي الخاصة وما حبش حد يتدخل فيها أبداً يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي اللهم أصلي عليه أنا مش شايف أي إخلاف بينكم أنتوا تقريباً متفقين متفقين على إيه؟ على الدمج على إيه؟ أنتوا لو عملتوا دمج بين شركاتكم هتبقوا أكبر قوة اقتصادية في البلد كلها ولا إيه أنا بيبين؟ ها ها اتش ام اي اي كلوب